أهلا بكم في ملفين الثاني محطاتها ما شهدتها العلاقات المغربية الإسرائيلية بعد استئناف العلاقات بينهما لأسيما في المجال الاستراتيجي والأمني ولكن حتى الآن لم تفتتح الرباط سفر لها في إسرائيل فبحسب ما كشفه موقع اكسيوس أن المغرب يشترط اعتراف إسرائيل بسيادته على الصحراء مقابل افتتاح سفر له في تل أبيب التقرير أكد أيضا أن الرباط طرحت القضية عدة مرات مع ممثلين إسرائيليين في الأشهر الأخيرة قضية الصحراء شكلت جزءا هاما من اتفاقية استئناف العلاقات التي تواصطت فيها الولايات المتحدة بين الجانبين خاصة وأن الاتفاق كان قد وقع بعد أن واثق الرئيس الأمريكي أن ذاك دونالد ترامب على الاعتراف بمطالب الرباط الإقليمية بشأن الصحراء إذن لماذا حتى الآن لم تعترف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء وهل سيعترف بنيمين نتنياهو في هذه المرحلة بمغربية الصحراء وإلى أي مدى سيؤثر هذا على العلاقات بين الجانبين في ظل قلق البلدين من أنشطة إيران وهل هذه الأنباء ما هي إلا رسالة مغربية لأمريكا لتقوم بتنفيذ تعهداتها بشأن الصحراء هذا ما سنترحه في ملفنا الثاني سفارة في تل أبيب مقابل اعتراف رسمي بسيادة المغرب على الصحراء مصادر مغربية رسمية أفادت لمراسل موقع إكسيوس الأمريكي في إسرائيل بأن الرباط اشترتت على إسرائيل الإقرار بمغربية الصحراء لقاء فتح سفارة في تل أبيب بدل مكتب الاتصال التبلوماسي مصادر إسرائيلية صرحت لقناة 24 نيوز أن عدم اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء يعود إلى الخشية الإسرائيلية بأن ينعكس الأمر على مواقف الدول الأوروبية من الوجود العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية فاعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء قد يزعج الدول التي ترفض هذا الاعتراف ما قد يدفعها للمقارنة بين الصحراء وعدم اعترافها بشرعية الوجود المغربي فيها وبين الضفة الغربية وشرعية الوجود الإسرائيلي فيها مصادر مغربية قالت لقناة 24 نيوز أن المغرب يسعى للضغط على الولايات المتحدة لتنفذ تعهدها في إطار اتفاقية إبراهيم وهي اتفاقية ثلاثية تقضي بأن يعيد المغرب علاقته مع إسرائيل مقابل أن تعترف واشنطن بمغربية الصحراء وتقيم قنصلية في الداخل وتمول مشاريع في الصحراء أمور لم تنفذها واشنطن حتى الآن وزراء إسرائيليون زاروا المغرب أكدوا أن موقف إسرائيل داعم لسيادة المغرب على الصحراء رغم عدم الاعتراف الرسمي موقف إسرائيلي لم يمنع استمرار التنسيق والتعاون العسكري بين البلدين لوقف أنشطة إيران في شمال أفريقيا نشاط يعتبره المغرب داعما لجبهة البوليساريو والنقاش هذا الملاف رحب ضيوفي ينضم إلي من نيويورك المحلل السياسي دكتور نصير العمري أهلا بك كما ينضم إلي من استوديوهاتنا في الرباط الأستاذ حسن كنكون محامي دولي ورئيس المرصد الدولي للدراسات الاستراتيجية كما ينضم إلي السفيرة الإسرائيلية السابق الأستاذ يتخاك لفنون أهلا بكم جميعا ودعوني أنا أبدأ معك أستاذ يتخاك أستاذ يتخاك يعني شرط واضح للرباطة الاعتراف بمغربية الصحراء مقابل افتتاح سفارة لها في تل أبيب لماذا برأيك حتى الآن لم تعترف إسرائيل بمغربية الصحراء؟ بسبب حساسية الموضوع الصحراء هو مهم جدا للمغرب داخليا ودوليا ولكن الإسرائيل هو موضوع حساس جدا ولذلك إسرائيل لم تتدخن والآن المستوى الموجود لعلاقات بيننا وبين المغرب هو على مستفى سفراء صحيح أنه عندما أبرمنا اتفاقيات أبرهام كان هناك موقف أمريكي واضح وموقف إسرائيلي داعي قبل قليل أستاذ يتخاك كانت هذه الأرضية ملف الصحراء كان هو الأرضية لكل هذه الاتفاقية والاستئناف العلاقات بين الطرفين هذا ما قالته الصحف ولكن هناك بالعلاقات الدبلوماسية الأساس كان أن الولايات المتحدة ستدعم المغرب في المحافل الدولية وتعترف بالصحراء للمغرب بخصوص إسرائيل كان هناك مش يعني إعلان رسمي للاعتراف ولكن الدعم للجهود التي تقوم بها المحافل الدولية والمغرب وجميع الدول التي تساند المغرب لحل هذه المشكلة ولذلك كان هناك وما زال هناك موقف أن هناك مشروع للحكم الذاتي للصحراء ولكن إسرائيل تأخذ الخطوات اللازمة باتجاه المغرب ونحن نتحدث معهم بهذا الموضوع بدون أن يكون هناك في هذا الأوان اعتراف عنني لكي نعطي الفرصة لحل هذه المشكلة ما سيحصل مع الحكومة الجديدة علينا في إسرائيل طبعا علينا أن ننتصر بعد الوقت نعم أستاذ حسن استمعت إلى الطرح أستاذ يتقاك ولكن هل هناك أي ردود في المغرب على هذه الأنباء وإلى أي مدى بالفعل هناك خيبة أمل مغربية من عدم اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء حتى اللحظة نعم سيدتي بداية مساء النور لك وتحية للجميع ويمكن القول بصفة رجل القانون بكل موضوعية على أن العلاقات المغربية الإسرائيلية هي علاقات استراتيجية وأن اتفاقية أبراهام هي جاءت لاستئناف العلاقات باعتبار أن هذه العلاقات كانت متجدرة في التاريخ بالنظر لكون المغرب له جالية مغربية إسرائيلية يهودية بمئات الآلاف في إسرائيل وخارج إسرائيل وتربطهم رابطة البيعة ورابطة الدم ورابطة الجنسية مع المملكة المغربية بغض النظر على الموقف الإسرائيلي من مغرب الصحراء من عدمي الجانب الثاني ولا يقل أهمية وهو أن المملكة المغربية موجودة في صحرائها بناء على البيعة وبناء على قرارة أمم المتحدة وبناء على المسيرة الخضراء وعلى الرأي السجاري لمحكمة العدل الدولية والكل يقضي على أن الصحراء في مغربية والمغرب في صحرائي وبالتالي المغرب لما قال صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظ الله في الخطاب المسيرة الخضراء على أن المملكة المغربية تنظر إلى العالم بين الدارات قضية صحراء المغربية وبالتالي إذا ما أرادت الدول أن تدخل مع المغرب في علاقات واضحة في منطقة رابح رابح وقوامه التعاون التجاري والاقتصادي والدبلوماسي والسياسي والبحث العلمي والتعاون التجاري وما إلى ذلك ينبغي أن تأخذ بعيد الاعتبار المصالح اشتراجية للمملكة المغربية ولا رسم قضية صحراء المغربية وبالتالي هذه الأنباء أولا ينبغي التذكير على أنها ليست برسمية هذه الأنباء للصحف ونحن نحترمها ولكن الأنباء الرسمية في إطار العلاقات الدبلوماسية ينبغي أن تكون على المؤسسة بالحديث عن هذه الأنباء التي ليست رسمية ولكن برأيك من هو المستهدف من هذا هل هي إسرائيل أم واشنطن التي حتى لم تمول المشاريع التي تعهدت بها داخل الصحراء يا سيدتي أقول لك بكل موضوع على أن المملكة المغربية ودولة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بشموخ هذه الدول الثلاث هي أكبر من هذه الدعاء وأكبر من هذه الأخبار الغير رسمية للصحافة بالنظر لكون نقول لك بأن العلاقات المغربية الإسرائيلية هي علاقات مربوطة على مجال التعاون الاستراتيجي وهناك تم الاتفاق على الصناع العتاد العسكري على أعلى مستوى وبالتالي هناك كذلك التعاون على مستوى يعني محاربة إرهاب عبر العالم والجريمة العابرة القارات والالتجار الدولي نعم يعني مثال هذه الدول والعلاقات أكبر ولكن أنت ذكرت بخطاب الملكة الذي قال بأن المغرب ينظر إلى دول العالم بأعين الصحراء وبأعين هذه القضية ابقى معي لو سمحت أستاذ حسن سنتوسع بما بدأت بالحديث عنه ولكن دكتور النصير يعني نعرف بأن قضية الصحراء هي الأرضية وكانت يا الأرضية لاستئناف العلاقات بين الجانبين وهناك من يقول بأن التقارير هي أكثر موجهة ضغط الرباط هو أكثر موجه لواشنطن من أنه لإسرائيل هل بالفعل هناك أمور عالقة بين الرباط وواشنطن بشأن قضية الصحراء بكل تأكيد المتحدة إذا لا تريد أن تدخل في سنعود دكتور النصير بعد قليل ونتخلل في الصوت دكتور النصير إن سمحت لي سأتوجه أو سأعود إليك بعد قليل أريد أن أعود إلى أستاذ ييتسخاك أستاذ ييتسخاك نعلم بأنه بدأت بالحديث عن حساسية الموقف الإسرائيلي من اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء ولكن نعرف بأن الإيران وإسرائيل عدو مشترك وهو إيران التي تساعد جبهة البوليساريو المتواجدة في الصحراء ألا يجب على إسرائيل أن تقوم موقف المملكة المغربية لمحاربة إيران ونفوذها في كل مكان عبر اعترافها المباشر بهذه القضية الجواب هو نعم وهذا ما نفعله نحن المغرب بخصوص المناطق المغربية في شمال أفريكيا والتدخل والتغلغ الإيراني ولكن نحن نتحدث ويعني حضرتك تكلمت معي بخصوص العلاقات التنائية بخصوص الصحراء المغربية بيننا وبين المغرب إسرائيل اعترفت بأهمية الصحراء للمغرب وهو يعني صحيح وأنا شخصيا أنا كنت في المغرب وأنا تحدثت مع الأشخاص وهو يعني موضوع حساس ومهم جدا للمغرب نفسه ولكن هذا شيء يعني داخلي للمغرب ونحن اعترفنا بهذه الأهمية وعلى سبيل المثال السيدة بيتة الذي كان وزير الخارجية وتكتم بهذا الاتجاه يعني شيء داخلي ولكن كما ذكر أستاذ حسن بأنه الملك كانت له تصريحات واضحة متعلقة بنظرة المغرب الخارجية بأنه ينظر إلى دول العالم بأعين هذه القضية نحن لدينا تفاهم عميق جدا مع المغرب والعلاقات كما تفضل ضيفك الكريم والجالية المغربية الموجودة في إسرائيل والعلاقات هي يعني منذ أمد بعيد بيننا وبين المغرب وهذا لا يتغيى وإسرائيل هي تدعم ذلك ولكن هناك بعض الأشخاص وبعض المواقف وبعض السياسيات التي علينا أن أخذها بعين الاعتبار على سبيل المثال هل إسرائيل تطلب من المغرب الاعترار بشرعية إسرائيل في الضفة الغربية لا نحن لا نطلب ذلك نحن نفهم ما هي الحساسيات ولكن نحن ندعم ونفهم الأهمية للمغرب ولذلك اتجهنا مع المغرب والولايات المتحدة عندما الولايات المتحدة هي التي اعترفت بشرعية المغرب على الصحر ونحن نتقدم في العلاقات مع المغرب وأنا أظن أن في الأونة القليلة الآتية سنصل إلى اتصالات وإلى مواقف أكثر ثبوتة بيننا وبين المغرب بأن العلاقات هي علاقات عديقة وقديمة جدا نعم أريد أن أعود إلى دكتور نصير الذي بدأنا بالحديث معه عن إذا كانت هناك أمور عالقة بين واشنطن والرباط في هذه المرحلة بشأن قضية الصحراء تفضل دكتور نصير يعني بكل تأكيد الولايات المتحدة لا تريد أن تدخل في هذه المعمعة معمعة الصحراء الغربية لأن العالم كله يحاول أن يتجنب فتح هذا الملف الشائك وهناك أيضا العلاقات مع الجزائر التي تحاول الولايات المتحدة والأوروبيون الحفاظ عليها من المعروف بأن محاولات المغرب بجلب إسرائيل وجلب أمريكا إلى الاقتراب الصحراء الغربية هو موجه ضد الجزائر والجزائر دولة مهمة خاصة في هذه المرحلة هي دولة مصدرة للغاز وهي دولة مهمة في مكافحة الأرهاب فمحاولة المغرب جلب إجبار إسرائيل أو الضغط على إسرائيل وأمريكا للحصول على اعتراف هو في الحقيقة سيجلب مشاكل كثيرة في العلاقة الأمريكية الجزائرية هذا سيقود إلى تكثيف التعاون بين الجزائر وإيران والتعاون بين الجزائر والنظام السوري ولاحظنا كيف أن الجزائر تصر على عودة إيران وعودة البشار الأسد إلى الجامعة العربية وهذا البعد خطير جدا ولكن تكرر أن الصير البنتاجون وافق منذ نهاية هذا العام على ميزانية مناورة الأسد الإفريقية التي شملت هذه المنطقة داخل الصحراء وبالقرب من الجزائر لسيما أيضا وأن هناك تعاون بالإضافة لما ذكرت هناك تعاون روسيا جزائري يزداد ومؤخرا تم عقد صفقة أسلحة ضخمة بين الجانبين نعم حاولت استبزاز الجزائر في هذا الملف ستخلق مشاكل جديدة لإسرائيل والولايات المتحدة والمغرب لذلك الموقف الأمريكي هو موقف حذر لأن الموقف الأوروبي أصلا موقف حذر من الصحراء الغربية وهذا الخلاف هو خلاف مغربي جزائري وهذا مسؤول عن المشاكل في شمال أفريقيا والولايات المتحدة تريد علاقة مع الجزائر وتريد علاقة مع المغرب ولكن المغرب يعني يصر على سياسة التحالفات وخلق تحالفات جديدة في شمال أفريقيا ومن الواضح بأن الجزائر تتجع إلى روسيا وإلى الحلف الإيراني وإلى بشار الأسد وتدعم حماس وتدعم جماعات داخل فلسطين فهل تريد إسرائيل أن تلعب هذه اللعبة؟ هل تريد إسرائيل أن تلعب هذه اللعبة؟ يعني لعبة المحاور أم أنها تريد أن تكون علاقة مبنية على الاعتراف المتبادل؟ فهذه الولايات المتحدة تريد علاقة مع المغرب وهناك مناورات ودعم للمغرب من قبل الولايات المتحدة ولكن لا أظن بأنهم سيأخذوا جانب المغرب ضد الجزائر أظن بأن هذا ليس في حسابات الولايات المتحدة نعم أستاذ حسن تريد التعقيب على ما طرح هنا ولكن قبل هذا يعني التعاون العسكري بين الجانبين هو تعاون أهم جدا تحدث عن إسرائيل والمغرب إذن لماذا يصر المغرب على اعتراف إسرائيل بصورة مباشرة بينما التعاون الأمني مستمر في أعلى درجاته وأيضا يساهم في تعزيز أمن المغرب في نهاية المطاف يا سيدتي دعيني لو تفضلت أن أصحح بعض المغالطات التي جاءت على لسان ضيفك من ليورك وهي أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي اعترفت بمغربية الصحراء بمقتضى مرسوم رئاسي شجلة في السجل الفيدرالي وهو له أثر قانوني في مواجهة كل دول العالم الجانب الثاني وهو أن الولايات المتحدة الأمريكية من داخل المجلس الأمن هي حاملة القلم في اتخاذ قرار المجلس الأمن بخصوص قضية الصحراء المغربية وهي التي كانت دائما تصوت لصالح قرار المجلس الأمن وآخره قرار 26-54 الذي يقضي على سمو المبادرة الحكم الذاتي التي تقدمها المغرب خلال 2007 والتي انتصرت لها أكثر من 19 قرار أممي كله يدعم مغربية الصحراء وأن الجلوس إلى طاولة المفاوضات عن طريق يعني بواسطة سيد ستيفان ديمستورا بصفته مبعوتا شخصيا للأمين العام الأمم المتعدة وقرار 27-0 جوج وقرار 27-54 الذي يعتبر بأن مبادرة الحكم الذاتي إنما ينبغي أن تسمو وهي الحل الجدي والمنطقي والقابل لتطبيق وبالتالي لما عمل الكونغرس الأمريكي على مراسلة سيد وزير خارجية الأمريكي بفرض عقوبات على الجزائر لم ينتبه لها ضيفك الكريم على أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تحابي في قرارتها للجزائر ولا غيرها باعتبار أن هذه الأخيرة أصبحت الآن معجولة على المنتظم الدولي وأن الغاز الذي تحدد عليه ضيفك الكريم لا يمثل سوى 30% للاتحاد الأوروبي وما إلى ذلك وبالتالي إذا كانت هناك أزمة عالمية على الطاقة فهي أزمة محدودة وستزول إن عاجلاً من عاجلاً بينما العلاقات التراتيجية ما بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية التي تفوق 200 سنة ثم أن العلاقات متجدرة في التاريخ والمستصرفة للمستقبل ما بين المغرب وإسرائيل هي أكبر من هذه الدعاءات وبالتالي المصالح الآن في العلاقات الدولية مرتبطة بعلاقة رابح رابح وبعلاقات التي تدافع المصالح المشركة والستراتيجية وبالتالي حينما قلت بأن جلالة الملك محمد السادس حفظه الله حينما قال في خطاب المسيرة الخضراء على أن المملكة المغربية تنظر إلى العلاقات الدولية وشركاء هلستراتيجيين بنظارات قضية صحراء المغرب وبها تقاصد قيد الصداقات ونجاعة الشركات من هنا على من يهمه الأمر إن رأت إسرائيل أو غيرها أن تدخل مع المغرب في علاقات سراتيجية في إطار منطقة رابح رابح عليها أن تدعم المغرب في قضيته الأولى ألو هي قضية صحراء المغربية وبالتالي أنا أعتقد بأن العلاقات المتميزة التي عليها الآن العلاقات المغربية الإسرائيلية إنما أنا أعتقد جازماً أقول جازماً بأن في الوقت القريب سنرى قنصلية لإسرائيل في الداخل أو في العيون وأنا أعيماً أقول وبالتالي أخبرك سيدتي الكريمة بصفة رئيس المرصب الدولي للدراسات استراتيجية أتوفر على تقارير من مسؤولين إسرائيليين كلهم يشيدون ويدعمون قرارات أم المتحدة وخاصة القرارين الآخرين 26-02-26-54 القاضيين بدعم المغرب لوحدتها الترابية المتمتلة في تنزيل الحكم الداتي وأن القراءة السليمة في إطار القانون الدولي والعلاقات الدولية وأن بسيطة رجل القانون هذا يعتبر تصريح واعتراض ضمني من إسرائيل لقضية صحراء المغربية وعلى هذا التصريح الدمني أن يتحول إلى تصريح عاللي بفتح قنصولية في الأقالم الجنوبية الصحراوية المغربية لتتضح الصورة لأن المغرب يطمح دائما في علاقته مع شركائه المتنوعين في سيسة الوضوح والطموح التي قوامها الاحترام المتبادل والندية المتبادلة مفهومة الإيجابة مفهومة المارين مفهومة التي يخدم المصلحاتين والشعبين خاصة كما قال ضيفك السيد إسحاق على أن المملكة المغربية لها من الجالية اليهودية المغربية الإسرائيلية صاحبة القرار في إسرائيل أقول صاحبة القرار هناك وزراء وفي السياسيين وحقوقيين وفي الإدارات وقال مع أستاذ حسن للأسف أريد أيضا التعقيب من أستاذ يتخاك وأيضا دكتور نصير أستاذ يتخاك باقتضاب هل بالفعل سنرى قنصلية إسرائيلية داخل الداخل أي داخل الصحراء كما يقول الأستاذ حسن لا على يقين وهذا ربما سيحصل في المستقبل الكريب أو البعيد ولكن أنا أريد أن أوضح نقطة مهمة جدا استنادا لما سبعته من ضيفك الكريم أن العلاقات مع المغرب الإسرائيلية المغربية هي علاقات وديدة جدا وقديمة جدا والجالية والستراتيجية والآخرية ونحن سنستمر في هذا المستوى بيننا وبين المغرب بما أن هناك مصالح مشتركة كبرى جدا بخصوص الصحراء أنا لا أظن أن هناك يعني موقف مغربي يطلب من إسرائيل الاعتراف بمغربية الصحراء ولكن نعم دعم الاقتراح المغربي للحكم الذاتي وهذا يعني أنه نحن على جانب المغرب ولا على جانب الجزائر أو البوليساريو وهذا يعني من طبيعة الحال نحن ندعم المواقف والجهود المغربية في المحافل الدولية والعلاقات مع المغربية والإسرائيل وأوروبا لحل هذه المشكلة ونحن ندعم المغرب بهذا الموضوع نعم دكتور نصير تريد التعقيب على ما ترحى هنا تفضل نعم يعني من الواضح أن المقايمة هي موقف المغرب من القضية الفلسطينية حيث أن المغرب تخلت عن القضية الفلسطينية بموقفها الرسمي وهي تريد يعني تظن بأنها يمكن أن تحسن مقابل لو تفضلت لو تفضلت أستاذ أستاذ حسن لو سمحت لا يمكن مقاطع الضيف أستاذ حسن ليكمل الفكرة ليكمل الفكرة وسأعطيك سأعطيك أن تعقب المملكة المغربية نعم صاحب الجلالة أكد لسيد ياسر لسيد أبو ولكن لا يمكن أن نفهم وسأحسن وأن هذا الاستئناف لأقل أن تأكد بضرجة من درجات وبالتالي دكتور مصير دائما في قياد دورة إسرائيل إلى دورة فلسطين وعاصمة القدس الشرقية لعيش الدنيتان لا يمكن بهذه الطريقة لو سمحتم لا يمكن أن نفهم بهذه الطريقة على قناتكم المقترمة نعم دكتور نصير وأستاذ حسن لو سمحتم لا يمكن أن نستمر في هذا النقاش لو سمحتم أنه يدعو إلى قيام دولتين لنجم هذا كلام لا يجوز ودورة فلسطين لا يمكن أن نستمر بهذا الحوار بهذه الطريقة لو سمحتم نعم وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة لو سمحتم دكتور رصير العماري المحلل السياسي من نيويورك شكرا جزيلا لك ومن تل أبيب أستفير الإسرائيل السادق أستاذ خاك لفنون شكرا جزيلا لك نعم أستاذ حسن كنكون وصلت الفكرة أستاذ حسن لو سمحت لا يمكن أن نستمر بهذه الطريقة المحامي الدولي ورئيس المقصد الدوري ضد دراسات الاستراتيجية حدثتني من الرباط شكرا جزيلا لك بهذا عزائي المشاهدين نصل إلى ختم هذا المساء أشكركم على حصل المشاهد وناليق